حدوتة هي طريقك لنشر قصتك الأولى للأطفال هو عنوان مبادرة مصرية تهتم بتحفيز المواهب الشابة في مجال أدب الطفل حيث أعلنت المسابقة حدوتة عن القائمة القصيرة لجائزة أفضل قصتين للأطفال تم إنتاجهما خلال ورشة ومسابقة حدوتة في دورتها الأولى لعام 2019 القائمة القصيرة للمسابقة ضمت خمسة قصص ستفوز منها اثنتان فقط بحق النشر وذلك ضمن حفل يقام مساء الخميس السابع والعشرين من يونيو الجاري ومعرفة تحدوتة تحدوتة نستقبل الكتابة الصحفية فتحية الدخخن هي إحدى طبعا القائمات على المبادرة الصباح الخير يا أستاذة فتحية الصباح الخير يا أولاد الصباح الخير ومنورنا في يوم جديد وحبين نتكلم عن حدوتة أول شيء قبل أن نفوت فانا في التفاصيل حبين نعرف عن دورتها الأولى كيف تم اختيار الكتابات وكيف مشت الإجراءات كلها من بداية إحنا بدأنا المشروع من مارس اللي فات يعني كان هي فكرة بين إحنا ثلاثة اشتركنا فيها الكاتبة والأديبة أدب الطفل مونة لملوم وهي باحثة وكاتبة أطفال الدكتورة ماي موافي أستاذ ترجمة وأستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية جماعة الأزهر وأنا فكانت المبادرة دي إن احنا نشجع كاتبات على نشر قصتهم الأولى في أدب الطفل من مارس بدأنا الإعلان عن المشروع على الفيسبوك ما عملنا إعلانات حتى ممولة كلها كانت بالإعلانات على صفحة تحدوت على الفيسبوك وعلى صفحاتنا الشخصية وفعلا كان فيه إقبال شديد على التقدم للمسابقة رغم أنه ما فيش إعلانات بس قدر الدعوة توصل لعدد كبير من الكاتبات احنا كنا مستهدمين كاتبات في اسكندرية بما أنه اثنين من المشاركات في المبادرة من اسكندرية بس اللي جالنا كاتبات من ست محافظات يعني حتى محاصيوت جالنا من المنصورة المنوفية الشرقية والقاهرة والجيزة هم جمل يعني على نفقتهم الخاصة لمشاركة في الورشة في اسكندرية اتقدم للمسابقة يعني حوالي خلال الفترة اللي احنا دعينا لفيها للاشتراك حوالي 125 كاتبة اخترنا منهم 29 شاركوا في الورشة اللي أقيمت في مركز الإبداع في اسكندرية في 12 أبريل اللي فات وعلي أساس تم الاختيار تم اختيارهم بناء على احنا كنا حطين يعني أول حاجة كان فيه شرط انهم بيكتبوا للأطفال أكيد لازم يكونوا كتبوا للأطفال بس ما نشروش احنا عشان دي كانت القصة الأولى اللي احنا للنشر فكان ده من شرون انهم ما نشروش قصصهم قبل كده عشان احنا نساعدهم في نشر القصص كمان تم كنا كتبين انهم ينشوف مهاراتهم في التعبير عن مواقف إنسانية فكان من ضمن الأسئلة في الاستبيان كان فيه ان احنا يكتبوا قصة كده عن تجربتهم الأولى في اليوم الأول للمدرسة ده كان السؤال عشان نشوف قد ايه مهاراتهم عندهم في الكتابة للأطفال والتعبير عن مشاعرهم أكتر كمان إنهم في أول يوم مدرسة زي لأنه فيه كتير من مشاعر في اليوم ده فمن خلال ده قيمنا المشاركات واخترنا أفضل المتقدمات منهم كان طبعا عملية الاختيار كانت صعبة جدا لأنه المستوى كان متقارب جدا بين اللي قدمه وكنا عملين يعني احنا برضو كنا ملتزمين بعدد محدد في الورشة مش هنينفع نزيد عن يعني كنا مفروض 25 بس إحنا لأنه كان المشاركات كويسين فزودنا العدد لـ 29 طب أستاذة فتحية اشمعنا أدب الطفل اللي وقع عليه الاختيار ويعني الخمس قصص اللي هما في القائمة القصيرة اللي هتختاروا منهم اتنين إن شاء الله هيفوزوا هيبقى برضو على أساس ايه هيتم الاختيار هنا المعايير يعني فكرة أدب الطفل إحنا اخترناها كانت لأنه فيه نضرة في أدب الطفل فيش تشجيع لأدب الطفل في مصر دايما معظم الأعمال اللي إحنا بناخدها للأطفال مع قصص مترجمة ما زلنا بنحكي الحواديث القديمة جدا من أدب الطفل ما فيش حاجات تستجيب للأطفال في العصر ده اللي هما تغيروا كتير فإحنا محتاجين نشجع النوع ده من الكتابة وطبعا إحنا يعني ممكن اعتبروه تحيز للستات شوية هما كاتبات وإحنا البنات فدي كانت يعني إحنا بنلاقي إنه ستات هما أكثر تعبيرا عن الأطفال وعن مشاكل الأطفال وحياة الأطفال دي نقطة نقطة تانية أن هما أكتر ناس بيوجهوا صعوبة في نشر قصصهم في العمل الأول بيعندهم عوقات أكتر من الرجال أكتر فعشان كده قلنا إنه إحنا هنساعد كاتبة في نشر قصتها الأولى من خلال المشروع طيب لو هنتكلم دلوقتي عن الورشة بشكل عام أنه هل استعنتوا في متخصصين لقيام هذه الورشة وكيف كان التجاوب والتعاون ما بين الكاتبات وما بين المتخصصين فعليا طبعا إحنا في الورشة استعنا بكاتبة أدب الأطفال المعروفة الأستاذ راني حسين أمين هي دربت الكاتبات خلال الورشة على الكتابة القصة المصورة لأنه دي أكتر ده كانت يعني الهدف المشروع كتابة قصة مصورة الأطفال وتبعتهم على مدار شهر كامل لإنتاج قصصهم يعني كل القصص تم إنتاجها خلال الورشة يعني بداية من الورشة وعلى مدار شهر الكاتبات بيبعثوا الفكرة وبينقشوها مع الكاتبة استاذ راني حسين أمين وبيتابعوا معها لغاية ما طلعت القصص في المنتج النهائي اللي احنا شفناه طلعا كان عندنا 29 قصة وطبعا دخلوا لجنة تحكيم متخصصة في أدب الطفل بتضم الأستاذ مونير عتيبة كاتب وقاص وروائي وناقض أدب أطفال موجود في مكتب إسكندرية وده مقرر لجنة وكان معنا الدكتورة ناديا الخولي المجلس القومي للأدب الطفل وكان معنا دكتورة عفاف طبالة كتابة أدب الأطفال معروفة ومعنا من أمريكا كاتبة وناقضة مارس شالينغ دي لجنة التحكيم دي لجنة التحكيم أفهم من كده أن أنتوا صنعتوا المتسابقات يعني ما فيش حد جي من بره دخل بالكتاب بتاعه لا خالص يعني هم عندهم الموهبة وكاتبات أصلا ولا أنتوا صنعتوهم من الأساس؟ لا هم عندهم الموهبة ده أكيد لأنه احنا اخترناهم أنه يكون عندهم موهبة كتابة بعضهم كتب قبل كده بس منشرش قصص فهم كاتبات بس لسه محدش يعني القضوء عليهم عندهم الموهبة بس محدش يستثمر فيهم فكان هدفنا أن احنا نستثمر فيهم عشان نطلع جيل جديد من الكاتبات لأدب الطفل طيب الفائزتين رح يحصلوا على حقوق النشر في دار النهضة بمصر نهضة مصر نهضة مصر وكمان حابين نعرف شو الدعم برضو اللي رح يتقبلوه يستقبلوه بعد الفوز بسي المبادرة دي كان طبعا لسه ما قمتش أنها بدعم المعهد التعليم الدولي فدولة اللي احنا قدمنا المشروع في إطار مشاريع بيقدمها كل سنة اللي هي جيفت باك مشروع تمويل صغير جدا بس طبعا يعني التمويل الصغير ده ما كانش هيكفي كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في المشروع فعشان كده لجأنا لدار نهضة مصر وهي تكرمت مشكورة هي تحملت كل تكاليف في نشر القصطين نعم فهي شريك معنا في المشروع ده هم هينشر القصطين بالكامل ويسوقوا ليهم طبعا وكمان في القصص التانية احنا يعني مش هنسيب الكاتبات يعني كده في المبادرة احنا هنحاول يعني هنديهم زي شهادات تأدير خطابات لدور نشر أخرى لسه من يومين كده عرفت انه في واحدة من الكاتبات اللي مشاركات ومش من القائمة القصيرة قدرت انها تاخد يعني تودي قصتها وقبلت في مكان تاني لدار نشر تانية لان هم طبعا يعني فعلا احنا استثمرنا فيهم كوائز في المبادرة وهما عندهم موهبة كبيرة جدا وقدروا مستوى القصص اللي طلع من المبادرة كان مستوى جيد جدا انتوا دربتوهم على ايه بالضبط يا استاذة فتحية دربناهم على كتابة القصة المصورة للأطفال اه ازاي با يعني لو تشتلولنا عنوين وانا مش كاتبة قدب اطفال عنوين يعني يعني دربناهم على اهو دربناهم فالكاتبة الاستاذة رانيا حسين امين هي اللي تقامل بالتدريب بس هي دربتهم على المعايير القصص القدب للأطفال ايه الحاجات الشروط المفروض تبقى موجودة فيها القصة المصورة هل ازاي الرسم ممكن يكمل للقصة فانت ممكن ان انت بتكتبي قصة مصورة يبقى جزء كلامه وتبقى عاملة في حسابك تصور للرسوم اللي هتبقى مع القصة وفي قصص اطفال ما تبقاش مصورة يعني هل في فيه نوعين من القصص يعني وفقا لمعلوماتي لا فيه كل قصة الاطفال بيقى معها رسوم بس فيه قصص المصورة اللي احنا يعني داتك الستايل اللي هي دربت على الأستاذة رانيا ان هو تبقى الرسوم مكملة للقصة هي جزء من القصة مش رسمة انت بعد ما تكتب القصة بتسيبها الرسام هو ترسم حاجة من خيال بالعكس انت هنا الكاتبة ممكن تتدخل وهي بتكتب بنص صغير وتقول فيه رسمة هتبقى عبارة عن كده هي هتكمل القصة الرسمة مزء من القصة يعني يعني الكاتبة الصحفية فتحية دخاخني كنت معنا في يوم جديد وتكلمنا عن قصص الأطفال والورشة القائمة متمنى طبعا كل التوفيق لكم ومن شاء الله يعني رح نتابع دورات قادمة شكرا كتير لك شكرا لك شكرا لك